أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله كان عفوا قبيرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ولكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتذنا للكافرين عذابا مهيلا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنذل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا من السماء أكبر من ذلك فقالوا أعلم الله جدا فأخذتهم الصاعة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءته المينات فعفونا عن ذلك وآتينا أنسى سلقانا مبيلا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا له دخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السنة وأخذنا منهم ميثاقا قليلا فبما نقضهم ميثاقا وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على أريع مهتانا عريما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن أريع رسول الله وما قتلوه وما طلهم ولكنهم شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم من علم إلا انتباعهم وما قتلوه يقينا بل رفعه الله بنيه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبغل منهم من الذي لها وحرمنا عليهم طيبات غفلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وأهلهم عكي وأكلهم أموال الناس بالغاقب وأعتبنا للكافرين منهم عاما أليما لكن الراسقون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل به قبلك والمقيمين الصلاة والمرتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سلوتيهم أجوا العظيمة إلا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوشه هو الذي من بعدك وأوحينا إلى إبراهيم والإسماعيل والإسحاق والأسلاق وعيسى وأيوم ويونس وهارون وسليمان وآتينا لأهود زهورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لن نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون لإلا سعى الله حرجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزلهم بعلمه والممائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عنهم سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا عنهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم طريقا إلا طريق جهن لمخالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفقوا فإن لله باقي السماوات والله وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في ذينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى قرية مرح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة إن تغلوا خيرا لكم إنما الله رئاب واحد سبحانه هو أن يكون له مرد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستهلك في المسيح أن يكون عبدا لله وللالالكة المقرارون ومن يستهلك فعن عبادته ويستكبر فسيحجرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيقفيهم أجورهم ويزيدهم من فضل وأما الذين استهلكوا واستكبروا فيعنمهم عبادة الأليما ولا يجدون لهم من دون الله وليلا ولا مصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصروا بك فسيدخلهم في رحمة منه وفضلهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يختيكم في الكنالة إن الله ألحنك ليس له ولد وله مخطر فلها يصف ما ترك وهو يعرفها آق لم يكن لها ولد فإن كان تفلتين فلوم الثلثان من ما ترك وإن كانوا نفوة رجالا ونساءا فلذكر مثل حظهم سيئين يغيّل الله لكم أمروا تظلهم والله بكل شيء عليم